اكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي على عراقة مستشفى الارسلية الأمريكية الذي يؤصل للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في عصرها الحديث ويجسد روح التسامح والإنسانية والانفتاح الذي تميزت به المملكة عبر تاريخها الحديث والمعاصر في ظل حكامها الكرام إرث البحرين الحضاري تاريخ عريق ضارب في عمق الحضارة الإنسانية كان ولا زال محط اهتمام ورعاية منذ أن أنشئ مركز البحرين للوثائق التاريخية عام 1978 وقد جاء تسليم هذه الوثائق والسجلات الخاصة بمستشفى الارسلية الأمريكية لمركز الوثائق التاريخية ليؤكد على دور المركز المحوري في حفظ ودراسة وتوثيق تاريخ وتراث البحرين والخليج العربي ليكون قبلة للمؤرخين والباحثين والمختصين بالتاريخ والتدوين والتوثيق نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الارسلية الأمريكية والقائمين عليها طبعاً لتسليم هذه الوثائق الهامة من سجلات ومخطوطات تعود إلى أكثر من مئة سنة من تاريخ البحرين وتاريخ الارسلية في البحرين هذا المستشفى بلا شك كان جزء لا يجزء من تاريخ المنطقة هو ساهم أيضاً في الوعي الصحي وخاصة مرة بكثارات تاريخية فيها أوباء أو فيها الكثير من الأمراض التي تعرضت لها المجتمع البحريني نود أن نؤكد أن هذه السجلات والوثائق لها ارتباط كبير بتاريخ المنطقة بتاريخ البحرين كانت هذه الوثائق أيضاً تدل على أن هناك الكثير من تعالجوا في البحرين من المنطقة من دول المحيطة بنا دول الصلاة العربية وغيرها وكذلك أيضاً من أهمية كتابة تاريخ المنطقة خاصة عندما نأتي إلى عام 1937 استقبل هذا المستشفى العديد من الجرحة من معركة الزبارة في عام 1937 وهؤلاء الجرحة في الحقيقة الذين تم علاجهم في المستشفى يؤكدون أو تأكد هذه السجلات وجودهم وعلاغتهم طبعاً بتلك أو تأثرهم من تلك المعركة وذلك الغزو فلهذا أعتقد أن هذه الوثائق في الحقيقة مهمة جداً وتحكي تاريخ البحرين هدية ثمينة تشكل إضافة نوعية لمقتنيات المركز وتأثيثاً نوعياً لرفوفه التي تزخر بالمخطوطات والمعلومات والسجلات التاريخية المهمة والتي تحكي تاريخ البحرين والمنطقة وتشكل هذه الهدية مصادر تاريخية مهمة لتوثيق ودراسة مسيرة الرعاية الطبية والصحية في مملكة البحرين والتي مكانها الصحيح هو مركز الوثائق التاريخية الذي يعتبر الجهة الرسمية والمرجعية المعنية بحفظ ودراسة وتوثيق التاريخ الوطني إنه أمر مهم بالنسبة لمركز عيسى الثقافي ومستشفى الإرسالية الأمريكية كما تعلم فإن مستشفى الإرسالية الأمريكية أسسه في عام 1900 وفي عام 1902 كان قد بني المستشفى ومنذ ذلك الوقت نملك السجلات التاريخية لجميع المواليد في المستشفى وجميع سجلات المرضى الذين تلقوا علاجهم في المستشفى والآن خصوصا ونحن في هذه الجائحة بإمكاننا الرجوع إلى سجلات عامي 1918 و1919 والتي تظهر أعداد الأشخاص الذين حضروا إلى المستشفى وهم مصابين بالحمى الإسبانية هذا اليوم الذي نحتفل فيه بجميع السجلات التي قدمناها إلى مركز عيسى الثقافي وهو المكان الذي يجب أن تكون في هذه السجلات إلى الأبد لمساعدة الشعب البحريني الرئيس التنفيذي للمستشفى أعراب كذلك عن إعجابه بالاهتمام الذي يوليه مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي لتوثيق مسيرة ومنجزات مملكة البحرين الحضارية وخصوصا القطاع الصحي الحديث الذي يتمتع بريادته التاريخية وأسبقيته الإقليمية وهو بالتأكيد يدلل على وضوح الرؤى والمنهجيات التطويرية التي رسمها حكام البحرين المتعاقبين وصولا إلى العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه على صفحات هذه السجلات والمخطوطات والتي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من عشرة عقود دونت العديد من الأحداث والوثائق المهمة التي مرت في تاريخ مملكة البحرين الحديث وما دونته العقود السابقة في سجل المملكة وإرثها الإنساني العميق يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين